حكاية 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 الصف أجمل روايات هنشوف مع بعض حكاية نساعدنا أولاد وبنات بستان تصهر قروض تطمين فينا هنا موهود بالوقت معنا محدود حكاية وعد ومعود مع نور الدين محمود حكاية 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 الصف أجمل روايات هنشوف مع بعض حكاية نساعدنا أولاد وبنات بستان تصهر قروض تطمين فينا هنا موهود بالوقت معنا محدود حكاية وعد ومعود مع نور الدين محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعده فمرحبا بحبهي بالحلوين مرحبا بأولادي وبناتي مع حكاية نور الدين محمود وزينا بنقول دايما كل القصص من كتاب حكاية نور الدين محمود وأسأل الله سبحانه تعالى أن ربنا يجعلكم صورة ونموذج من حياة نور الدين محمود اللي يتمثل حياة طفل إيجابي بيخدم دينه بيخدم موطنه بيخدم كل اللي حواليه قصة النهاردة بعنوان العفو عند المخضرة القصة نقولها في عجالة سريعة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أن نور الدين محمود كان طفل ما شاء الله بتلميز مكتهد جدا في دراسته وكان دايما يطلع الأول على المدرسة بل وعلى المحافظة وأحيانا كان بيطلع الأول على الجمهورية فكان مكتهد جدا ما شاء الله في يوم الأيام راح نور الدين قام الصبحية وصلى الفجر مع والده في المسجد وبرجع الفطر وبعدين قبل إيدين والده والدته واستأذنهم وراح ركب الباص وراح على المدرسة أول ما وصل للمدرسة لقى أول حسة كانت حسة مدرس اللغة العربية فأول ما دخل الحصة في مدرس اللغة العربية نبه عليهم أن قالوهم أن يوم إن شاء الله بكرة هيكون الامتحان من نص السنة في اللغة العربية رجع نور الدين محمود من المدرسة وراح بيته وقعد يراجع كتاب اللغة العربية مراجعة كاملة علشان يستهد الامتحان اللي بكرة ولما رجع في اليوم الثاني خرج بعد ما صلى الفجر كده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفطر وتوكل على الله وطلب من والده والدته أنهم يدعونوا أن ربنا يوفقه وينجحه إن شيء جميل جدا إنسان يعتمد على الله أولا ثم يطلب من الأب والأم اللي هم بيحبوا حب خالص لله سبحانه وتعالى أنهم يدعونوا بالتوفيق وأن ربنا ينجحه ويوفقه دايما فراح نور الدين دخل على المدرسة ودخل الامتحان بتاعه وتوكل على الله وخد ورد الأسئلة وأراها كاملة ثم استعانى بالله سبحانه وتعالى وسمى باسم الله وبدأ يجاوب على الأسئلة في يعني ما شاء الله في روية وتفكير وتطقيق وربنا أكرمه وفي خلال نص الوقت الوقت كان ساعة ونص الامتحان هو وفي خلال ساعة الله ربما كان يمسلم ورقة الإجابة كاملة ما شاء الله أجاب عليها إجابة نموذجية كان ليه زميل في الفصل اسمه ياسر كان بيحقد عليه وبيكرهه لأنه دائما متفوق لأنه الأول على المدرسة فحب يعمل فيه ما كي ده هو يا دوب نور الدين سلم ورقة الإجابة للأستاذ بتاعه من هنا ومشي من هنا وده وطرح أي للأستاذ قال له يا أستاذ على فكرة نور الدين كان بيغش من ورق صغير كان حطه في جيبه ونقل كل الإجابات من الورق الصغير ده اللي بيسمونه برشام ونقل كل الإجابات من الورق الصغير ده وسلم الورق أبادري عشان كده لأنه غش كل الإجابات بتاعة الأسئلة كلها فقال له أنت متأكد ياسر قال له أنا متأكد أنا شايفه بنفسي فما كان من مدرس لغة العربية إلا أنه لا حق ولا تأكد ولا تيقن ولا سأل ولا عمل أي حاجة سوى أنه راح شاطب على الإجابة بتاعة نور الدين محمود وراح مصقطه في امتحان نص السنة ولغاله الامتحان كله طبعا نور الدين روح بيته ما عرفش بالله حصل ثاني يوم بعد ما صلى الفجر كده ورجع فطر ويقبل إيدين والده والدته وتوكع الله وراح المدرسة فوجئ أنه أول ما دخل زميله في الفصل بلغه قال له له يا نور أنت متعرفش اللي حصل قال لهم إيه اللي حصل قال له له المدرس اللغة العربية لغالك الامتحان وسقطك في امتحان نص السنة ليه؟ قال له ياسر بيقول أنت غشت الامتحان فراح للمدرس بتاع اللغة العربية فقال له أستاذ والله أنا ما غشت الامتحان أنا كنت مزاكل وجات ورد الأسئلة وتوكلت على الله وقاريت الأسئلة كويس جدا وجايبت عليها كلها فقال له لا أنا وصلني من ياسر أن أنت غشيت وأنا خلاص سقطتك في امتحان نص السنة فما كان من نور إلا أنه راح للمدير بتاع المدرسة وقال له والله يا أستاذ أنا ما غشيت في أي حاجة والأستاذ سمع كلام ياسر وقال له أن أنا غشيت فهو من غير ما يسألني اعتبر أن أنا غشيت وراح لغيلي امتحاني وسقطني في نص السنة فما كان من المدير إلا أنه كان رجل عاقل فرح باعت للمدرس لغة العربية وراح باعت لي ياسر اللي هو زميل نور الدين اللي هو بيحقد على نور الدين فرح باعتهم فقال له الأستاذ أنت ليه لغيت لنور الدين امتحان اللغة العربية وسقطته قال له لأن ياسر شاف نور الدين وهو بيغش فنور الدين بصل لي ياسر قال له ياسر أنت شفتينه وأنا بغش قال له أيوة أنا شفتك وأنت بتطلع ورق صغير وبتغش منه الامتحان فقال للمدير قال له طب أستأذن حضرتك لو ممكن ياسر يقسم بالله أن أنا غشيت بس قبل ما يقسم بالله لازم يعلم يقينا أنه لو أقسم بالله كذبا فربنا قادر أنه يحرمه من نعمة البصر فالمدير قال لي ياسر قال له تقسم بالله ياسر أن نور الدين كان بغش وزي ما قالك كده تعلم وانت بتحلب بربنا وبتقسم بالله لو أقسمت بالله كذبا ربنا قادر أنه يحرمك من نعمة البصر فارتعدت فرائصه وحصل له شيء من الرعب كده وجبينه يعني خلاص بقى حسب رعب شديد جدا فقال له لا مش هأقسم قال له بقى أنت بتجذب ولو كنت كذاب أنا هعقبك وممكن أرفدك من المدرسة فبكى ياسر وقال له والله العظيم أقسم بالله أن نور الدين ما كانش بيغش وأنه أجاب من الإجابات اللي كانت هو حفظها وما فيش ولا كلمة غشها في الامتحان قال له ما لقلت كده لي قاله لأني بصراحة بحقد عليه لأنه هو دايما الأول عن مدرسة وأنا عمري في حياتي ما قدرت أن أعمل أي مركز في المدرسة فبحقد عليه وبكره فعشان كده أنا قلت كده الأستاذ اللغة العربية فالأستاذ اللغة العربية ما كان منه إلا أنه اعتذر لنور الدين وقال له أنا هحط لك الدرجة النهية في اللغة العربية وهنجحك في الامتحان وهعتذر لك بكرة قدام كل التلاميذ في الفصل فرح نور الدين وقال له يا أستاذ اللي أهم من كل ده أنه كنت أتمنى أن لما ياسر قالك أن أنا غشيت أنك كنت تتيقن وتتثبت من المعلومة اللي وصلتك لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسكم بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فكان لازم حتى هو لما قالك أن أنا غشيت كنت هاتني وقل لي تاني يوم يا نور أنت غشيت ولا ما غشيتش؟ ولو أنا قلت لك ما غشيتش قل لي طب خلاص أجيب عن الأسئلة اللي كانت في الامتحان دلوقتي من الذاكرة بتاعتك فلو أجبتك عن الأسئلة هتعرف وتتيقن أن أنا فعلا ما غشيتش وأن أنا جوابت بالإجابة اللي أنا حفظها إنما لو قلت لك أنا مش عارف ولا كلمة أنا فعلا غشيت يبقى تتيقن وتتثبت وتتأكد قبل ما تحكم علي وتتغيلي الامتحان وتسقطني وتخلي التلاميس كلهم يظنوا أن أنا غشاش فقال له خلاص هتأخذ الدرجة النهائية يا نور وبكرة أنا بنفسي هاعتذلك أمام الفصل كله فقال له جزاك الله خيرا كام أم أم ندير بقى رح قامل مدير وقال له نور الدين قال له أنت مخير بين أمرين الأمر الأولاني أن أنا هرفض ياسر رفدا نهائيا من المدرسة على المشكلة اللي عملها بسبب هذا الحقد اللي في قلبه أو أن أنا هسقطه في كل امتحانات نص السلام أنت مخير بنحكتين واختار أنت يا نور قال له لا هذا ولا ذاك لا ترفضه ولا تسقطه لأن في النهاية أنا بعمله بأخلاقي اللي تعلمتها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي العفو عند المقدرة والنبي صلى الله عليه وسلم يا مآذاه المشركون ورموا الطراب فوق رأسي ورموا سل الجزول على ظهري وطردوا من مكة والتهموا في عرضي وقتلوا أصحابه وحاربوا دعوته ومع ذلك لما عاد النبي إلى مكة فاتحا منتصرا بعد ذلك قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فأنا هقول لي ياسر يعني أنا قاد عفوت عنك عند مخدرة والمولى عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله فأنا عايز الأجر من الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا فالمدير قال له جزاك الله خيرا نور والله أنت علمتني أنا شخصيا درس عمر ما هنسى أبدا وعموما أنا أعمل لك مفاجأة جبيرة بكرة في طبور المدرسة في الصباح فيريد تجي بدري قال له حاضر أنا كده كده بجي بدري في اليوم الثاني رجع نور الدين راح للمدرسة وراح بدري ووقف في الطبور فما كان من مدير المدرسة إلا أنه نادى على نور الدين في الميكروفون وقال الطالب نور الدين محمود يتفضل هنا بجواري في فناء المدرسة خرج نور الدين من صف بتاعه ووقف جنب مدير المدرسة فما كان من مدير المدرسة إلا أنه كرمه وقال أنا بقدم لكم السنة دي الطالب المثالي أفضل طالب عندي في المدرسة نور الدين محمود وراح بدري القلادة بتاعة الطالب المثالي أخذها نور الدين وفي التول لحظة نزل في فناء المدرسة ساجدا لله شكرا لله عشان يعلمهم أن الأمر كله والفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى دي كانت قصة بسيطة وبعدين ياسر بقى اللي كان بيحقد على نور الدين لما شاف نور الدين قد يعفى عنه سمحوا ما عملوش أي حاجة راح في فناء المدرسة ومسك الميكروفون وقال لهم على اللي حصل منه وقال أنا باعتذر وقال لهم أنا باعتذر وأخدم اعتذاري لآخي الحبيب وزميلي نور الدين محمود اللي يعني أكرمني بأخلاقه وبعفو وبتسامحه وبقلبه الجميل وعمري في حياتي ما هعمل حاجة زي كده تاني وأنا طبط إلى الله عز وجل على يد نور الدين محمود دي كانت قصة النهاردة العفو عند المقدرة أخد منها دروس كتيرة أو جميلة جدا الدرس الأولاني أن المسلم لابد أن يكون ناجح المسلم صورة جميلة للإسلام فلابد أن تكون ناجحا لكذا نور الدين كان حارس جدا أنه دايما يذاكر ودايما يتفوق ودايما يكون الأول ودايما كده يعني تحرص على أنت تكون الأول في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة ربنا قال لي عن أمور الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستابقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يبقى فيه سباق في الدنيا والسباق في الآخرة لازم تنجح في ده وتنجح في ده مش بس دنيا مش بس آخرة إن مسلم ناجح في دنيته وآخرته حاجة تانية إنه نور الدين عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا فنور مغشش نور كتب من الزاكرة اللي ربنا أكرمه بها واللي ربنا باركله في الزاكرة دي لإنه مطائع لله سبحانه وتعالى وبر بأمه وأبيه وكان بيصلي الفجر في جماعة ويروح يفطر ويقبل إيد أمه وأبوه ويروح للمدرسة وهم بيدعونه هم الاتنين الحاجة الثالثة بركة بري الوالدين فلو ما كانش والد نور الدين ووالدته رضين عنه وبيدعونه ما كانش ربنا يوفقه التوفيق ده إنما ربنا يوفقه عشان هو بر بأبيه وأمه الدرس الرابع إنه هو لما سمع إن ياسر قال عنه إنه غشاش ما رحش قال قال لا هو اللي غشاش لا هو اللي فاشل ده ولا كذا أبدا ما قابلوش الإيه ما قابلش الإساءة بإساءة زيها إنما كل اللي قاله قال خلوه يحلف يقسم بالله بس خبالك قبل ما تقسم بالله أعلم إن ربنا قادر يعني ياخد بصرك عيزاً بالله لو إن انت كذبت على ربنا سبحانه وتعالى فلما رهبه الترهيب ده التاني خاف ويفو قال لا خلاص هو نور الدين فعلاً بغشش تمام يبقى إذن درس برضو تاني إن الإنسان لما حد يجي يقوله كلمة على حد لابد إنه يتثبت قبل ما ياخد قراره قبل ما ياخد حكم مش واحد يجي يقول لي ده فلان بيقول عليك كذا أو مانا مخاصمه ده فلان ده عمل كذا أو مانا واخد قرار ضده لأ يابد إن أنا أتبين لأن ربنا قال كده أيها الذين آمنوا يا مؤمنين إن جاءكم فاسقهم بنا بأن قبل ما تحكموا عليه فتبينوا اتأكد الأول تثبت الأول المعلومة قبل ما تحكم على الناس الحاجة الجميلة والدرس الجميل بقى الرائع اللي هو في درسنا في القصة دي جميلة دي إن العفو عند المخضرة ربنا يعني أعتقل قدرة على إن واحد ظلمك وإنت تقدر بقى تنتقم منه وتقدر تاخد حقك وتقدر أن أنت يعني تردله الصعصعين ومع ذلك بتقوله وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة أنا عفوت عنك لله سبحانه وتعالى ومش عايز منك حاجة أنا مسامحك لله ومش عايز عقبك ولا عايز منك أي حاجة بالمرة هكذا كان لابد إن احنا نتعلم العفو عند المخضرة من قصة نور الدين محمود أسأل الله عزة جل أن يجعلكم جميع النموذج من نور الدين محمود سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغترك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حجات هكذا حجات 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 الصف حجم الرواية هنشوف مع بعض حجات نساعد نولد وبنان مستان تصغر مروض طب مين فينا هنا موجود دلوقتي معانا محدود حاجات وعد ومعود مع نور الدين محمود حاجات جايات حاجات 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 الصفحة جمال رواد هنشوف مع بعض حاجات نساعد نولد وبنان مستان تصغر مروض طب مين فينا هنا موجود دلوقتي معانا محدود حاجات وعد ومعود مع نور الدين محمود